اعلان وزير الصحة النمساوي رودولف انشوبر اليوم عن تأجيل العمل بنظام إشارات المرور لتحديد مخاطر العدوى في كل مدينة إلى بداية سبتمبر المقبل بدلا من منتصفي أغسطس الجاري وقال انشوبر في تصريحات له اليوم الجمعة ان الغرض من نظام إشارات المرور هو المساعدة في تجنب الموجة الثانية من الوباء بالتزام مع بداية العام الدراسي الجديد اعلنت النمسا اليوم الجمعة انها سجلت حالة وثاة بالإضافة إلى 141 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية اليوم ان اجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 21837 حالة وتعافى منهم 19690 حالة بينما توفى 720 حالة وعدد المصابين في المستشفىات بلغ 118 حالة منها 25 حالة بالعناية المركزة وان اكثر الاصابات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة بيانا وبلغت 84 حالة اشترت النمسا عشرين قطارا جديدا بنحو 500 مليون يورو سعيا لتفعيل خدمة القطارات الليلية في اوربا تبوأت الشركة الوطنية النمساوية OBB في العوام الأخيرة مركز الصدارة في مجال القطارات الليلية وقال رئيس الشركة اندرياس ماتي سيمكنني عندها تحقيق حلمي وهو الذهاب بالقطار من فيينا إلى باريس اما وزيرة البيئة النمساوية ليونوري غوفيسلر فقالت نريد ان نركز في السنوات المقبلة على انشاء شبكة القطارات الليلية واضفت نريد تعزيز دورنا الريادي في هذا المجال مشيرة الى ان عدد القطارات الليلية في فيينا اكبر من عددها في اي مدينة اوروبية اخرى فاصلت هيئة النقل العام النمساوية اربع من سائقي الحافلات من ذوي الاصول التركية بعدما قاموا باداء تحية الذئب المصنفة كاشارة ارهابية خلال اجتماع نقابي وقالت هيئة النقل اليوم انه تم توقيع عقوبات على اشرين سائقا تجاوبوا معهم في هذه التحية وقاموا بتصويرها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب اخر تلقت الشرطة النمساوية في مدينة سالسبورغ بلاغا قد جمعية ثقافية تركية استخدمت تحية الذئب رمزا لها في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث من المتوقع ان تواجه عقوبة الحل والحضر